اختتمت أعمال الاجتماع الأول لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصحفيين الخليجيين الذي استضافه المركز القطري للصحافة على مدى ثلاثة أيام بمشاركة رؤساء الجمعيات والهيئات والمراكز الصحفية في دول الخليج هذا وتم اعتماد مجموعة من القرارات والتوصيات لتطبيقها خلال الفترة القادمة أهمها فتح باب العضوية وتسمية لجان جديدة بالإضافة إلى ذلك تمت المصادقة خلال الاجتماع على المحضر التحضيري الذي عقد في المنامة في يناير الماضي وإقرار شعار الاتحاد الجديد واعتماد الموقع الإلكتروني وإقرار عدد من البرامج التدريبية والبحث في تنمية الموارد المالية وناقش مجلس إدارة الاتحاد موضوعات أخرى تتعلق بتعزيز سير العمل في الاتحاد وخطط العمل المرتقبة وقرر تكليف الأستاذ عيسى الشايجي بمهام رئيس المجلس بالإنابة خلال الفترة القادمة ترجمة نانسي قنقر